بمناسبة عيد ميلاد السيدة العذرة واحتفالاً بارتداء الثوب الرهباني لثلاث متقدمات لرهبانية الوردية المقدسة ترأس المطران رفيق نهر النائب البطريركي للاتين في الجليل بمشاركة الأب إبراهيم صباق كاهن الرعية القداس الاحتفالي في كنيسة سيدة البشارة في الناصرة بحضور حجد كبير من الكهنة والرهبات والمدعوين بدأت المراسم الاحتفالية بإعلان المتقدمات إليز الحلو من لبنان ودالين مجبعة من الناصرة وسارة شحتيت من الأردن رغبتهن في ارتداء الثوب الخاص برهبانة الوردية والتعمق في روحانية ونمط حياة الرهبانة وفي نهاية القداس قدمت رئيسة الرهبانة كلمة شكر وصلاة للأخوات الجدد طالبة شفاعة العائلة المقدسة لهن في نذورهن الدائمة